السلام عليكم كيف حالكم؟ اليوم ندرس سورة الفاتحة هيا نقرأ معا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هيا نقرأ مرة أخرى رددوا معي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم هيا نوضح بعض الأعمال التي نقول قبلها بسم الله هيا نفكر معا ماذا نقول؟ ما الأشياء التي نقول قبلها بسم الله؟ قبل الأكل أحسنتم صحيح قبل الأكل نقول بسم الله ماذا أيضا؟ قبل الخروج من المنزل نقول بسم الله أحسنتم ماذا أيضا؟ إجابة رائعة قبل أن نبدأ أي شيء لا بد أن نقول بسم الله هيا نوضح بعض الأعمال التي نقول بعدها الحمد لله بعد أن ننتهي من طعامنا رائع ماذا أيضا؟ بعد الاستيقاظ من النوم جميل ماذا أيضا؟ بعد أن ننتهي من أي عمل صالح إجابة رائعة هيا نوضح بعض أسماء المخلوقات التي خلقها الله الله تعالى الله رب العالمين ماذا خلق الله عز وجل حولنا؟ الأشجار جميل ماذا أيضا؟ الحيوانات مثل ماذا؟ القطة وماذا أيضا؟ الأسد جميل ماذا أيضا؟ الأرنب الأرنب ماذا أيضا من المخلوقات؟ الإنسان صحيح الله عز وجل خلق الإنسان هيا نوضح بعض نعم الله عز وجل في جسم الإنسان ما هي نعم الله عز وجل في جسمنا؟ العينين ماذا نفعل بالعينين؟ نرى بهم صحيح نعمة عظيمة ماذا أيضا؟ الفم ماذا نفعل بالفم؟ نأكل وماذا أيضا؟ نتكلم صحيح ماذا أيضا من نعم الله عز وجل على الإنسان؟ الأذن الأذن ماذا نفعل بالأذن؟ نسمع بها أحسنتم أريد أن أضيف شيء آخر وهو أن من نعم الله عز وجل أننا نفكر لابد أن نفكر ونفكر حتى نكون أذكياء أحسنتم جميعا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم